وتنتهي بمضتش الكاس بالمنظر ده امبارع في مباراة الكاس الزمالك والانتاج الحربي الحكم محمود عشور تستغربوا اكتر لما تعرفوا انه محمود عشور بيحكم مباراتين للزمالك على التوالف بطولة واحدة الستاشر والتماني مباراة حرص الحدود الزمالك يحكمها المباراة التالية الزمالك والانتاج الحربي يحكمها امن كلها مش عايزين على ما تستفعلها هل هي من قلة الحكام ولا ايه يعني الديني منطق ان حاكم يحكم لفريق واحد مباراتين على التوالف بطولة واحدة الكاس طب في العندي فيك حيحاكم الجاي لا من في العندي فيها بيحصل اي حاجة كابتن جمال الغندور وبرضو احنا ليه بنقول الكابتن محمود عشور لانه كابتن محمود عشور يوم ما حس ان نظرة الكابتن حسام البدري ليه فيها اصدراء طردوا وقلنا ساعتها عنده حق وساعتها لوبنا كابتن حسام البدري وقلنا الحاكم حساس النظرة خادشة للحياة خادشة للجدار الانسانية وكبرياء بجد ساعتها قلنا لا دي نظرة بس عايزين ايه دي بمعايير الاهلي نمشي بالمعايير دي بقى الطرد من اول نظرة ما تبصليش بالعين دي امبارع النفس الحكم اللي ما استحملش نظرة خسام البدري استحمل حاجات تانية من حرس الزمالك ما دي دي زواجات المعايير ودي يا جماعة اللي بتزعل الجمهور وبتعمل الاحتقان ارجوكوا احكموا بميزان واحد بمصطرة واحدة على الاهلي قبل الزمالك بس وحدوا المعايير كابتن جمال الغندور مبارح لأم محمود عشور انه بيقسم هيطرد الحارس لو عمل كده تاني نشوف جمال الغندور الهو اشتباك بين الاثنين وتدخل طارق سامي وفض الاشتباك الاول ثم يفض الاشتباك التاني مع نفس لاعب الانتاج ولاعب اخر من نادي الزمالك وثم يذهب محمود عشور الى الحارس ويتعلم الدرس مما حدث في مباراة الاهلي والزمالك يوم الخميس الماضي هنشوف هنا من الممكن هنا انه يكون في مخلفة على جنش لانه استخدم ايده هل الكرة كانت داخل الملعب ولا خارج الملعب لكن الاهم من ده سيطرت محمود عشور على الموقف ثم تهديده واكسم بالله لطرودك انا ما بحبش القسم وما بحبش الحلفان يستخدموا الحكم مع اللاعبين انت المفروض يا حكم تكون اهدى واحد في الموضوع قبل ما نسيب الحالة دي يا جماعة لان الموضوع ده مهم وانتشرت هذه الظاهرة في نهاية الدوري لابد من ان يكون هناك حكمة في التعامل مع اللاعبين والحكمة تقتضي الحسم في اوقات كثيرة الكرة دي ايه الكرة في الملعب ولا برا الملعب في الملعب طيب جنش ماسك الواد اللاعب اسف تاني ماسك اللاعب بتاع الانتاج في الثامنة عشر ايه دي حسابه ايه اقسم بالله لطرودك طيب انت بتقولي البصة ده هو اتشد من ظهره من شيكبالا بعدها بماتش الماتش اللي بعديه لا شيكبالا عادي سقاف له وسقاف له اتشد الاول فلما فصله سقاف له لما طب تفتكر وقعة شيكبالا نفتكر شيكبالا وبعدين نشوف بقى النظرة الجارحة قوي بتاعة حسام البادر نفتكر وقعة شيكبالا تزعلوا من هنا ما نفكركم يعني بدون تعليق تيجي نعمل فقرة دي بدون تعليق هنعملها بدون تعليق شيكبالا جمال مساعد تكلم هنا مع محمود عشور ادى الكورة بره التمنتاشر فيها ايه الراجل هيعمل اسقاط رحولوا بقى كمان جهاز الفن النازل زمالك اتراد كده على سمير جمال المساعد هذه اتعاد مرة تانية الكورة خدها النفسه كويسا وضرب اثنين لعيبة باسم وعدها هنا لو تلمس كان يبقى فيها ضرب جزاء لكن اتأخر فيها شوية اتعاملت عرضية جات في وشه اسلام صلاح يعني جات في وشه لما هنا اتعادت مرة تانية هتبار مرة تانية شايفين العادة كورة جات في وشه هنا كان عنده فرصة يسادد باسم اتأخر فيها شوية كمان يعني الراجل كان ممكن يسادد وحط وشه رجله في الجول بعد ما عادة هذه محمود عشور وشه كبالا بياخد انذار اترادات موجودة لازم هنا الجهاز الفني بيتدخل في التأويد ده اترادات موجودة داخل الملعب شي كبالا بياخد انذار بدون اي داعي طيب تسبيل بدون تعليق نشوف بقى نظرة حسام البادري اخلية وبيترجيت بيتكلم حسام البادري لكن تانية مرة في الشوط الاول مع الكابتن محمود عشور ودي نظرة واتسامة من حسام البادري ومحمود عشور طرد طرد لحسام البادري شاف الحسامة بتاعت حسام البادري اللاق تباية تجت علي محمود عشور كان بيتكلم مع الكابتن حسام البادري لكابتن حسام البادري هيغادر الملعب المنطقة الفنية هيتابع لقاء من المدرجات دي اع 42 من عمر الشوط الاول اعترض الكابتن حسام البادري طب اسماعيل يوسف كان ليه وقعة اسماعيل يوسف هو بيعترض على عشور الموسم الماضي في ادارة مباراة الزمالك وامبي ربما يكون الراجل بيقبل من اللاعبة ما بيقبلش من المدربين نشوف عمل ايه مع اسماعيل يوسف هو بيحتاج عليه وكرة جميلة جدا ويقعت لعبة الكرة مرة واثنين ده في ايه هذه الكرة في الاعادة هدف طبعا كرة حتطب بكل السقة بكل السقة واقتدار على يسار محمد ابو جبل تبقى الهدف التاني شايف انا ان في حد نازل انه بيعترض ده اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف طبعا هنا الجهاز الفني كله مش عاجبهم ركلة الجزاء مشكلة كبيرة جدا طبعا لازم هنا رجال الام يعني احنا جايين كان الامن كتير جدا يعني ما فيش جماهير والامن كان كتير اوي اعتراض كبير ماشي هو حسب المود البصة اخطر من كل ما شاهدناه من التسقيفة ومن الجذبة ومن الزعيق ومن محاولة اقتحام الملعب والتوجه اليه حتى حسام عشور ومحدش بيدافع لا عن سلوك حسام عشور ولا على نظر حسام البادري البادري وقلنا خلاص انت طردت الناس دي فقط واحد المعايير سيافة واحد المعايير هو هو نفس كابتن حسام عشور حسام عشور بيسلم بطريقة قلنا ان هي لا تليق طردوا محمود عشور نفكركم بيه الانتاج الحربي اومد اوكري وجونيور اجايه بيتعادل وطرد طرد في اخر اللقاء اعتقد الطرد لحسام عشور حنشوف عموما احداث ما بعد اللقاء في الستوديو مع الجنرال الكابتن متحة شلبي ونجوم تحليل اونس بور تحياتي مؤمن حسن طيب ده بعد اللقاء ام شوف معايير صارمة فيها شبهة الحق او فيها حق ها للحكم ان يستخدمه هلك هلك حسام عشور مسكني من ايدي ها والكابتن حسام بصلي بطريقة معجبتنيش كل ده ماشي بس انت بتقبل اضعاف هذه التصرفات من المنافس وبعدين هتجيب ضربة الجزاء ولا هنفوتها هفكرك بانه محمود عشور قبل كده كان مغضوب عليه لغاية لما رئيس نادة زمالك مرتضى منصور في الازاعة نشوف قال عنوية موسيقى موسيقى حكم عليه علامة السفان بالنسبة للأهل والزمالك من فضلك ما تجبوش من فضلك لانه انا النهاردة الحكم ده لو فيه بولتين لو فيه ضربة جزاء صحيحة للزمالك خلاص صحيحة وحسبها الناس يقول لك عشان مرتضى شكية والعكس صحيح لو فيه ضربة جزاء موسيقى من صحيحة للزمالك وخبالك وحسبها نفس القصة فأنا بقول من فضلك فيه 3-4 حكام النادي الأهل اللي عامل عليهم علامة السفان وانا كزمالك علامة السفان ما تستفزش الناس وتجيبهم وانا بقول لك مهما سابت المستشار فيه مشكلة الحكام اللي انت والأهل اللي عاملين عليهم علامة السفان بدول بتطلب يعني اللي مش هيحكم أهل يوزمالك ده مش خلاص مش هيحكم يعني احنا عندنا اتنين بريم نور الدين والبنة ما بنكلمش اللي فيه خلاص عشور ربنها ده بعد ما رجع معها حاجة اه حاجت معا حاجت معا طبعا حاجت معا حاجت معا وقابلتو اه انا معرفتوش على فكرة لما قابلتو ما عرفتوش عشانو كان حال زلبطة ولابس جلبية بيضة ما عرفتوش والله خلاص المطار جد احنا تمناع فكرة في المطار كده تمزيد يعني فأنتبه هتعرف كنصورة تسمينا منك وهاني بريدة وهاني فعرفون يعالوني فلان اه ربنا اهديني جميعا يا رب كلنا بإذن الله تعال لكن يا جماعة التحكيم التحكيم العدالة توحيد المعايير هذه الازدواجية هي اللي بتخلق المشاكل مين قال ان احنا مش عايزين نساعد السادة الحكام المصريين مين قال كده ده احنا عشان نساعدهم وقلنا حكام اجانب وقلنا حكام اجانب وحذرنا من اللي حيحصل واللي وصل ان الرئيس لجنة المتسابقات قال الرئيس لجنة الحكام طب اوصل للموسم رئيس يمكن الجمهورية من يومين لو فريق الاعداد جاهزة عنده الجمهورية من كم يوم تأرير كبير للزميل شاد الجيلاني انه لجنة المسابقات رئيسها الحج عامر حسين مقدم مذكرة لاتحاد الكورة المجلس الادارة ضد لجنة الحكام وبيقول انه الاستعالة بحكب مصري في مباراة الاهلي والزمالك تسبب فيه نهاية غير جيدة للموسم وانه ضيع علي شكل الموسم كله وانه كان فيه اصرار على حقا مصري بهذا الشكل وتحتفل شغل شغل وقال حتى الحاجة عامر حسين هو ليس بقاش فيه حكام اجانب مدام فيه لعبة اجانب وفيه مدربين اجانب اتفضل تفضل تفضلوا دي بقى اللي فعلا بدون تعليق دي دي فعلا اللي بدون تعليق منقدرش نعلق عليه شكرا 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 شكرا